السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا عاملين ايه? كل سنة وانتوا طيبين ودايما يا رب على طول فرحانين. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا النهاردة كده مختلف. انا فكرت كتير قبل ما انشروه. يعني مش عارفة كنت انشروه ولا لأ بصراحة. بس حبيت اشاركم معاكم وتكون فكرة يمكن تكون في مزان حسناية ان شاء الله. ان ممكن تكون فكرة من افكار اه رمضانية. اه لو حد حب يعمل افطار خفيف كده في رمضان ان شاء الله. ياخد فكرة ان ده كده يعني بيكون وجبات سريعة وخفيفة. وكمان يعني بفضل الله مش مكلفة. دي ما انتوا شايفين ما شاء الله انا عملت مية وجبة. اه كنا كان افطار خمستاشر شعبان. اه كل سنة وانتوا طيبين تاني. ربنا يعود علينا وعليكم الايام الجميلة دي بخير يا رب وصحة وسلامة. اه هنشوف كده هنعمل ايه? فطار خفيف كده ان شاء الله. ربنا يجعله في مزان حسناتنا. اه انا جبت كده اربعة كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا انت الكمية اللي تحب تجيبيها على قد ما تحب تعملي. هم دولة هوريكم عملوا معي قد ايه? يعني بفضل الله يعني عملوا معي مع الخلطة اللي عملتها. مية وجبة. اه هنا معي اتنين كيلو من البصل. ومعي فلفل الوان كده اصفر واخدر واحمر. ومعي نص معلقة من التوم المفروم. اهم حاجة بقى البهارات بتاعتي بابريكا وتوم بودر وبصل بودر. اه ومعلقة كبيرة من البكنج بودر. وبهارات اللحمة. ومعي كمان هنا حبة كده نص معلقة من الحبهان المطحون. بيدي طعم وريحة حلوة قوي. وهكتب لكم كل البهارات دي كده في صندوق الوصف. ومعي كمان ربع كيلو من البقسمات المطحون. ومعلقتين كبار من السلسة. يلا كده نبدأ نشوف هنعمل ايه? انا هعمل خلطة حلوة قوي كده هتضاعف معي الكمية دي. انا معي هنا اتنين كيلو من البصل او كيلو ونص يعني زي ما تحبي لو مش عبتك الطريق قوي يعني. انا هفرومه كده في الكبة ممكن انت تبشريه بالمبشرة لو ما عندكش كبة. هسوي عشان الكمية كبيرة طبعا الكبة بتسعف معي اكتر. انا هفرومه ناعم جدا. وحط عليه بقى التوم والفلفل الالوان اللي معايا ده. انا هفروم كل ده في الكبة. هحط بقى البقسمات اللي معايا. انا حطيت ربع كيلو من البقسمات. وحط كمان معلقتين من السلسة. وهنزل بالبهارات اللي معايا دي كلها. وهكطر البابريكا شوية عشان تعزز معايا اللون. عايزها تاخد لون اللحمة. زي ما انتوا شايفين انا لا عصرت البصلة ولا اي حاجة. قدي اللون كده بتاعها زي قريبة من لون اللحمة. عشان البابريكا اللي حطناها والفلفل الاحمر. ما شاء الله زي ما شايفين كمية قدي ايه. وادي كده هحط اللحمة اللي معايا بقى. انا الاضاءة زولاني شوية معلش. عشان بصور آآ نفي. فالاضاءة مش مزبوطة معايا شوية. اهم حاجة واهم تكاية في اللحمة المفرومة او في الكفتة. ان انت تعجينيها كويس جدا زي ما تكون بتعجيني عاجين. تعجينها لمدة عشر دقايق متتاليين. لغاية ما تتماسك معاك وبالشكل انت شايفينه ده. وتحس ان هي كده طلعت خيوت او فيها حاجات رفيعة كده. دي اهم حاجة من نجاح الكفتة. زي ما تشايفين. انا لسه عاملها هو. انا كده بعملها بحضرها من بالليل قبلها بالليلة. وهبيتها كده في التلاجة غلفتها كده بورا استريتش. استريتش راب. انا هنا تاني يوم بقى عد عليها ليلة كاملة. عملتها قبل ما نم من بالليل. ابتدي كده اصبعها معاكو. طبعا آآ بتبقى متماسكة جدا. انا معايا هنا خلطة حطيت معلقة من الصلصة وحبة من البهارات. وكمان آآ معلقتين تلاتة من الزيت. انا سبعطها كده على عصيان الشيشة ووك. طبعا ما فيش ممكن حتى لو على معلقة اي حاجة خفيفة او بسيطة موجودة عندك ممكن تعملي بيها. كل ما تقعد في التلاجة اكتر كل ما تبقى متماسكة معاكي وكويسة اكتر. مش الوقت مش متاح ممكن ساعة نص ساعة حتى لو حطيتها في الفليزر نص ساعة. بس الخطوة دي مهمة جدا بتخليها متماسكة معاكي قوي. انا هصبح كده زي ما انتو شايفين بالشكل اللي انتو شايفينه ده. وكمان هادي ايدي كده من الخلطة اللي انا عاملاها ده تتطعم بيها. انا عجبكوا بقى ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. وليت كده تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا كل حد بيدخل على قناتي وبيكتب لي كده تعليق جميل منه. بيزيدني شرف وكلكو كده على راسي من فوق. يا رب ما يحرمنيش منكو كلكو. طبعا كلكو اخواتي وصحابي وحبيبي من غير ما اشوفكو. ابتدي بقى كده اصبع كده. هدهيني كده الخلة كده بالمحلول اللي معايا كده 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 عشان ما يلزقش منك او عشان ما تعصرش منك الكفتاية. طبعا ولو عندكم افكار تانية آآ ياريت تقولولي عليها كلنا يعني يكتبولي كده في الكومنتات. كلنا بنساعد بعض وبناخد افكار من بعض. لو عندك فكرة جديدة ممكن تعمليها آآ او ممكن انا اعملها افطار تاني يعني ربنا يزيدني ويزيدكو كده يا ربي كده بفعل الخير. آآ يكتبولي في الكومنتات ممكن اعمل ايه تاني او اعمل افطار ايه تاني. آآ كده كانت يعني فكرة من افكاري. قولوا انتو على افكاركو بقى اللي عندكو. انا بقى كده هخلص الكمية اللي معايا دي. طبعا الحجم اللي انت تحبيه طبعا بس اعمليه كبير شوية يعني او طويل في الحجم لان هي الكفتة طبعا معروفة ان هي بتكش. وطبعا انا حطيت لها معلقة كبيرة او كيز بيكنج بودر عشان يخليها كده ما تكشش معايا قوي. انا بقى اخلص الكمية هما ما شاء الله عملوا معايا كمية يعني ما شاء الله كبيرة. دي كده الكمية اللي طلعت معايا. انا اسفة انا قلت ان انا عملت مية واجبة هما عملوا معايا قصدي مية سبع كفتة. فمية سبع كفتة مش مية واجبة. اه انا عملتهم طبعا بس ما شاء الله عملوا كمية كويسة يعني الحمد لله. انا هنا طبعا اللي تبقى معايا زودته كده حبة من المية. اللي انا كنت بصبع به وهاذق به كده الصواني. وهدخلها بقى الفرن. ايه طبعا الكفتة ما بتاخدش وقت انا كنت مولعها من فوق ومن تحت. مولعها الشواية مولع الفرن البتجاز من تحت. انا معايا هنا تلاتة كيلو من الرز البسمتي. انا غسلة بس مش نقعي ولا حاجة. ده بس مخصول كده. حطيت كده حبة من الزيت وحطيت آآ كم مكعب من الزبدة. هنزل بقى بالرز اللي معايا ده. انا هشوحه كده تشويحة كده لغاية ما يتغلف كله بالثمنة اللي معايا. طبعا معلقة الزيت طبعا مهمة جدا في الرز. بتخلي الرز معاكم فلفل كده وجميل. اقل بقى لغاية ما يغلف كل الرز ده. انا بقى هبتدي هنا بقى ابهره. انا معايا لومي وورق لاورا وآآ وآآ ارفع عدان وبصل بودر وتوم بودر. ورشة من الفلفل الاصمر. مش هحط بوهرات اكتر من كده. هقلبه كده كويس لغاية كله ما يشرب من بعضه. البوهرات والرز والثمنة. لو عندك شربة ممكن آآ تزدي شربة ما عندكيش. انا هنا زيته مية سخنة. طبعا الرز البسماتي بياخد آآ مية كتير شوية هنا ملحته. كل كباية من الرز بتاخد معاك كبايتين من المية. انا معايا هنا ضعفران. احط عليه كده حبة من المية اللي بتغلي عشان آآ يبقى لونه كده واضح كده. او بيسعف معايا يعني في الوقت. وحطيت عليه كمان كده معلقة من الكاري. وده كده السوس اللي نزل من الكفتة. طبعا لقيته دسم كده. وهنا معايا فلفل الوان. انا هكب كده الضعفران هنا اللي معايا. وهنزل كمان بالصوس اللي معايا اللي هو نزل من الكفتة دوت. عشان اطاعم الرز بنفس الطعم بتاع الكفتة. لان زي ما انتم شايفين يعني اللونه جميل وكمان كان طعمه حلو قوي. واحط الفلفل الالوان من على الوش كده مش هقلبه دلوقت خالص. وهغطي عليه واسيبه الرز طبعا استوي هنا. انا هنا طلعت الكفتة من الفرن وحطيتها كده في سنية واحدة. كده فاضل سنية واحدة في الفرن. انا حبيت اوريكم بس اللي طلع كده عشان الوقت كانت اخر. زي ما انتم شايفين ما شاء الله لونها. وما كشيتش مني كتير. وقادي الرز بتاعي استوي زي ما انتم شايفين كمان شكله ولونه. انا كمان بقول لكم الاضاءة والله مش متزبطة. فالالوان مش باينة زي ما هي بالزبط. وجبت كده مخلي الجاهز كده. قادي شكل الرز اهو. انا طبعا بالامان الرز ده ما كفاش. انا عملت تاني جبت رز تاني وعملت. كملت تاني بقية الوجبات. انا هبتدي كده اعبي بقى كده الوجبات اللي معايا دي. احط كده كم صباح من الكفتة. واحط حبة من المخلل والرز. انا عجبتكو بقى الفكرة دي ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. والله انا فكرت كتير بجد قبل يعني ما انشر الفيديو ده. لان يعني خفت لكل رياء او كده. بس انا طبعا اه الحمد لله والله مش رياء ولا اي حاجة. بس انا حبيت افيد غيري ان هو ياخد فكرة وان ربنا يجعله في مزان حسناتي. حتى لو مش عايزة تدخلي تحط اللايك ولا الاشتراك. انا فعلا الفيديو ده يعني عاملاء الوجه اللاه. مش عايزة اي حاجة منكم. انا هنا طبعا كده خلصت بقى الكمية كده كلها. وجبة خفيفة وسريعة. وطبعا ممكن تتعمل في وقت بسيط جدا. مش هتاخد منكم وقت. وكمان هتنفع كمان كواجبة في رمضان طبعا. اترككم في رعاية اللو امن.